كشف المستشار لدى الحكومة السورية عبدالقادر عزوز عن أن اجتماعات داخلية سورية تعقدوا لوضع مرجعية للحوار الوطني وآليات عمله للانطلاق بأولى جلسته بعد عيد الأضحى مشيرا إلى أن الحوار يستهدف جميع القوى الوطنية وقال عزوز وهو عضو في لجنة الحوار لصحيفة اندبندنت عربية أن كل من لا يدعم الإرهاب أو الاحتلال أو تقسيم البلاد مدعوه إلى الحوار سواء كان داخل سوريا أو خارجها لافطا إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بعد كل الجلسة بالمقابل أرجع المتحدث السابق باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريدي إطلاق دمشق حوارا وطنيا إلى أسباب عدة أبرزها محاولتها إرضاء الدول العربية وتلقي أبواب الإدارة الذاتية في شرق الفرات والحراك في السويدة وأثرت الأمان العامة لحزب البعث منذ أيام قرارا يقضي بتشكيل لجنة لحوار وطني مع مكونات المجتمع المختلفة من أجل الوصول إلى التعافي الاقتصادي والسياسي أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي على دعم الحل السياسي في سوريا بما يسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 وطالب المجلس في بيان له خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري النظام السوري بتنفيذ التزامات اجتماعي عمان والقاهرة وشدد على تنفيذ مقرارات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا كما أعرب المجلس الوزاري تطلعه إلى السنف أعمال اللجنة للسورية السورية مؤكدا على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا كيربترسون أعلنت هيئة تفاوض السورية المعارضة اليوم الاثنين عن بدء لقائها مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا كيربترسون ونائبته نجات رشدي في جونيف وبدأت الهيئة اجتماعها الدوري الذي يبحث آخر مسجدات العملية السياسية والخيارات المتاحة لكسر جمودها ومن المقرر أن تلتقي عددا من المبعوثين الدوليين إلى سوريا وكانت الهيئة قد ذكرت سابقا أنها ستؤكد خلال لقائها بدرسون والمبعوثين الدوليين رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها إجبار اللاجئين السوريين على العودة القصرية أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بصرف ملحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرا سوريا أي ما يعادل تقريبا 20 دولار أمريكي لكل العاملين والمتقاعدين بمؤسسات الدولة من مدنيين وعسكريين أصدرت مديرية شؤون الضابط الجمركية في مديرية الجمارك العامة تعميما إلى رؤساء الضابط الجمركية في المحافظات تضمن منع إيقاف أي باص على الطرقات الدولية وبين المحافظات إلا بناء على معلومات مسبقة بوجود مواد مهربة وبعد أخذ الموافقة من المدير العام أو الأمر العام وأكد التعميم أن كل دورية تضبط أو تشاهد أو تصل معلومات أنها أوقفت أو فتشت باصا من دون موافقة سيتم اتخاذ أقصى العقوبات المسلكية بحقها أعلنت مكاتب سياحية في أربيل بإقليم كردستان عراق أنه تم إبلاغهم بشكل شفهي بقرار صدر من وزارة الداخلية يسمح بتجديد الإقامة لجميع الجنسيات بما فيها السورية مدة ستة أشهر دون شرط التسجيل في دائرة العمل والضمان الاجتماعي وبيّنت المكاتب أن سعر تجديد الإقامة يتراوح بين ستمائة وسبعمائة دولار لمدة ستة أشهر بعد أن كانت تكلفة التجديد لنفس المدة الزمنية تتراوح بين أربعمائة وخمسين وخمسمائة دولار أمريكي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر بعد انتهاء امتحانة الشهادة الثانوية والقبول الجامعي الأعلان عن مئة منحة مقدمة من الجامعات الإيرانية للطلب السوريين للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا وتعمل إيران على الترويج لجامعاتها في سوريا من خلال طرح عشرات المنح للطلب السوريين في ظل التغلغ لنفوذها بمهترف القطاعات والأسيام الاقتصادية في البلاد